تقول بالنسبة للصيام الاثنين والخميس هل ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها؟ جاء فيهما حديث في السنة أنه سئل عن صيام الاثنين والخميس فقالهما يومان تعرض فيهما الأعمال وعالله وحبه أن يعرض عملي وأنا صائم وقد ضعف ذلك بعض أهل العلم وحسنه جماعة من أهل العلم والذي يظهر الله تعالى أعلم أن الحديث لا بأس به ولذلك ذكر أنه الإجماع على استحباب صيام يومين الاثنين والخميس فيستحب صيام هذين اليومين وصيام الاثنين أو كد لكثرة الأحاديث الوالدة فيه ولصحتها ولكن لا يلزم أن يقرنهما بمعنى أنه إذا صامتين لا بد أن يصوم الخميس هو إن صامتين والخميس فحسن لكن لو أنه صامتين أو صامت الخميس من أسبوع فلا بأس